موسيقى خلال افتتاحي للمرحلة الثانية من مدينة سايلو فوزة الغذائية الرئيس السيسي يؤكد العمل على تشجيع المستمرين لإقامة مناطق لوجستية تخدم المنطقة مدبولي ورئيس مجلس النواب الأردني يشددان على ضرورة ترجمة مشروعات آلية التعاون الثلاثي مع العراق عمليا على أرض الواقع مع دخول أول القوف الإغاثية إلى سوريا عدد ضحايا الزلزال يتخطى عشرين ألف قتيل وقرابة سبعين ألف مصاب السادسة مساء بثوقيت القاهرة الرابعة بثوقيت جرينيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا لكم أكد الرئيس عبدالفتاح سيسي أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ملتزم بقواعد المنافسة العادلة وفي مداخلة خلال افتتاح المرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية سايلو فودز بمدينة أسادات قال الرئيس سيسي أن الحكومة مستعدة لطرح المزيد من الشركات بالبرصة أو طرحها للشراكة مع القطاع الخاص الذي يمكن أن يسهم بشكل إيجابي في ذلك الإطار بعد أن تحقق الهدف الرئيسي من هذه الشركات في توفير الإنتاج أنا بقول الكلام ده لحضراتكم وللناس في مصر كلهم الكلام ده معروف للينا يعني يعني الدكتور مصفى عارفه ووزير المالية عارفه والكهرباء عارفه لكن ساعات بيبقى فيه محتاجين أن نقول ده ونأكده ليه عشان يقولك يعني الفرصة للجهاز واخدها مش واخدها الناس التانية ممكن تكون الكلام ده في حاجات في بعض الموضوعات يعني إيه؟ يعني في القدر على أنه هو للنفاذ لتنفيذ القرار ممكن يبقى أسرع لكن ده مش معناه على حساب المنافسة الحقيقية في تكلفة الإنتاج والتشغيل مش كده وليد؟ زي لزي القطاع الخاصة فأنا أنا حبيت بس أقول ده ومعروف ده في الاعتبار برضو تهيني احنا منزلين يا دكتور مصفى شركتين مش كده للأطرحات ومستعدين لنزل كل الشركات وأنا قلت الكلام ده من يمكن سنة ونصف إلى سنتين ومش بس كده وبرضو مستعدين للشراكة وبالتالي لما ييجي النهاردة يبقى معنا قطاع خاص حيضيف أكيد حيضيف حوكم أكتر أداء أفضل فإحنا ما عندناش مشكلة في أن احنا كدولة مش بس حتى في الجهازة دكتور لا إحنا بنتكلم حتى في كل مؤسسات وشركات القطاع العام كما أوضح رئيس سيسي أنه لا يتم عمل أي شيء غير مطابق للمواصفات العالمية وسلامة الغذاء خلال افتتاح المرحلة الثانية من مدينة سايلوفودز أشار الرئيس عبدالفتاح سيسي إلى أنه لا يتم التعامل مع الشركات الداخلة في التغذية المدرسية إلا إذا كانت تعمل وفقا للمعايير إذا كنا عايزين نحقق توازن في أسعار المنتجات اللي هي الأغذية بالذات لكل المواطنين بكل شريحة فإحنا محتاجين يكون عندنا عدد أكبر من الكيميات المطروحة ديت وده أمر درسوه حاضر بس إحنا بنقول كده ليه؟ لأن أنت النهاردة لما بتلاقي مثلا فيه نقص أو معروض نقص معروض في وقت معين فالنقص ده لو كان فيه عندنا منتجات المنتجات دي بتقعد بالشهور في المحفوظة ما فيش فيها مشكلة ومعمولة تبقى وإحنا دايما وإحنا بنتكلم بنقول أن أي حاجة هتتعمل هتتعمل تبقى لمعايير الصحة العالمية وسلامة الغذاء مش كده؟ وعيد سلامة الغذاء فده موضوع ما فيش فيه كلامي حتى الشركات اللي دخلة في التغذية المدرسية عشان كلام بقوله لكل الناس تسمعوا معنا معمول حساب لا يمكن الشركة دي بيتم إقرارها ويتم التعاقد معها إلا إذا كانت سلامة الغذاء تقر بأن هي حققت المعايير قال الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة لديها خطة واضحة لزيادة حجم إنتاج الزيت بدلا من الاعتماد والشراء من الخارج وأضف رئيس السيسي خلال افتتاح المرحلة الثانية لمدينة سايلفودز الصناعية الغذائية أن الحكومة تعمل على تشجيع المستثمرين لإقامة مناطق لوجستية لمصر والمنطقة وأكد أن السلع الأساسية والاستراتيجية متوفرة ونحافظ على توفير الاحتياطات اللازمة باستمرار الحاجة موجودة وإحنا شفافين جدا معاكم وصدقين جدا معاكم وبنقول لكم كل حال لما بيقول موسم الأمح وموسم الرز وموسم البنجر والأصب ده معناه أن حتى لو أنت شاف النهاردة أربعة ونص شهر للأمح ده معناه أن الإنتاج القادم هيخليك يعني ده بيسلم ده وإحنا محافظين على الستة شهور رغم من ده بيكلفنا أعباء مليان أنا عايز أقول لكم كلمة ستة شهور معناها أن أنا بقى أحبس أو أحجز فلوس لمدة ستة شهور صح كده يعني بيشتري وحطوهم في المخازن مش كده يا دكتور حجفين ده اللي احنا بنعمله ده تكلفة كبيرة جدا في الظل اللي احنا بنشوفه في العالم كله لكن لا بأس احنا مستمرين على موقفنا رغم ظروف الاقتصادية الصعبة اللي بتعبيننا أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تقدر دوما علاقتها مع الأشقاء ولا تنسوا قفهم إلى جانبها مشيرا إلى أن سياسة مصر تتسم بالاعتدال والتوازن مع الجميع بالداخل والخارج وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في مداخلة خلال افتتاح المرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغدائية صايلو فوز قال إننا حريصون كتوجه دولة على الاحتفاظ بعلاقات طيبة مع الجميع دعيا إلى الابتعاد عما يسيء إلى تلك العلاقات احنا سياسة مصر دايما سياسة تتسم بالاعتدال والتوازن والانضباط الشديد تجاه الجميع في الداخل وفي الخارج وبالتالي أنا عايز أقول إن أنا بيتابع مواقع التواصل وبشوف إن ساعات بيبقى فيه يعني حماس زيادة أو حتى عايز أقول تجاوزات يعني في الكلام وكده أنا بتكلم على مش بكلم على الموضوعات محلية أنا بكلم على الموضوعات خاصة بعلاقاتنا مع أشقائنا وده أمر يا جماعة نمتبع ليه كويس طب إحنا حلمشي وراء بعض المواقع المغرضة اللي عايزة تعمل فتنة بيننا وبين الأشقاء إحنا علاقتنا طيبة بالجميع وده منهج إحنا مشيين به مش النهاردة إحنا بقلنا من يعني منذ تولية المسؤولية ده ما صار أنا بننتهجه كدولة حتى في الأزمات وفي الخلافات مثلا كبيرة كنتوا شافين إن إحنا دايما يعني ما فيش تصرحات سلبيه أبدا وهو منضبطة جدا وبالتالي ما صحش إن إحنا يعني نسيء لأشقائنا ومش حاول نسيء بقى وما ننساش ما ننساش وقفت أشقائنا معنا فين لا تنسوا الفضل بينكم لا تنسوا الفضل بينكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا وقد توصت الرئيس السيسي صورة تذكارية ضمت رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعددا من الوزراء وكبار المسؤولين والعاملين بشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية بمدينة السادات في محافظة المنوفية تم التقاط الصورة التذكارية عقب الجولة التفاقدية والتي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لافتتاح المرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بجولة تفاقدية في عدد من مصانع مدينة سايلو فودز حيث استمع سيادته إلى شرح حول قدرات المصانع وخطوط الانتاج بها أكد مدير مشروعات الخدمة الوطنية اللواء أركان حرب وليد حسين أبو المجد أن كل شركات الجهاز تخضع للرقابة المالية من الجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة الرقابية داخل القوات المسلحة وأضاف أبو المجد أن الجهاز سدد 14 مليار جنيه عن العام المالي 2020-2022 منها 6 مليارات جنيه للكهرباء والثلاثة مليارات جنيه للغاز وأربعة ونصف مليار جنيه ضرائب والباقي للمياه والخدمات الأخرى مشيراً إلا أن الجهاز أمن على العمال المدنية الموجودة في الجهاز بنحو 230 مليون جنيه أعلن نائب رئيس موسوعة جانس للأرقام القياسية في الشرق الأوسط طلال عمر عن حصول شركة سايلو فودز على شهادة جانس للأرقام القياسية كأكبر رقم لتوزيع وجبات مدرسية على مستوى العالم من الفترة من عام 2021 وحتى عام 2022 وأكد طلال أن شركة سايلو فود توافقت مع كافة المعايير العالمية للرقم القياسي العالمي ووفرت الأدلة المطلوبة للتوثيق الرسمي سايلو فود لما تعرفنا عليها أكثر هي مجمع مصانع بمعايير عالية جداً وأعتقد أن هذه نموذج جداً جميل لسلاسل الإنتاج الأجمل من ذلك أنه الأقام القياسية تكون أهداف مختلفة اليوم الهدف لهذا الرقم القياسي بمس شريحة مهمة من الاجتماع المصري ليشريح الطلاب الهدف من سايلو فود هو دعم ما يزيد عن 30 ألف مدرسة الوجبات تصل إلى أكثر من 12 مليون طالب الرقم القياسي هو أكثر من 600 مليون وجبة تم تقديمها في خلال عام دراسي واحد استقبل رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي بمكتبه رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي والوفد المرافق له وفي مستهل اللقاء أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة والمستويات من جانبي أكد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي على رسوخ وتاريخية العلاقات الأردنية المصرية وخاصة على مستوى القيادة السياسية في كل البلدين الشقيقين مؤكدا في الوقت ذاتي على دعم الأردن الكامل للموقف المصري العادل في قضية سد النهضة كما دعا رئيس مجلس النواب الأردني إلى تفعيل عمل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأردنية لتكون رافضا إضافيا لتعزيز العلاقات الثنائية تم تشكيل لجنة أخوة برلمانية أردنية مصرية وإن شاء الله ستكون هذه اللجنة مشتركة بين البلدين علاقتنا مع مصر تاريخية وأبدية لقاءات جلالة الملك عبدالله الثاني بن حسين المعظم وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما هي عبارة عن لقاءات قمم بنسق دائما قضايا الأم العربية عمرها مصر ما كانت تبخل على دعم أي دولة عربية نتمنى أن نكون دائما بأحسن حال أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على قوة علاقات الأخوة والتقدير التي تجمع بين الرئيس السيسي وجلالة الملك عبدالله الثاني مشددا على ضرورة البناء على هذه العلاقات جاء ذلك خلال لقاء مدبولي برئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي حيث أكد رئيس الوزراء على ضرورة مواصلة جهود توسيع نطاق مجالات التعاون الثنائي وتعميقها بما يعظم المصالح المشتركة للبلدين وأكد مدبولي على الدور المهم للمجالس النيابية في توطيد العلاقات بين البلدين لافتا إلى ما تشهده العلاقات بين البرلمان المصري ومجلس النواب الأردني من تعاون وثيق وأشار رئيس الوزراء إلى التعاون القائم بين مصر والأردن والعراق في إطار آليات التعاون الثلاثي مشددا على ضرورة مواصلة الدفع باتجاه ترجمة المشروعات المنبثقة عن آلية التعاون الثلاثي إلى مشروعات فعلية على الأرض التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية اللواء طبيب بهاء الدين زيدان لمتابعة عدد من ملفات العمل بالهيئة ووجه رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماع خلال الفترة القادمة بهدف وضع خريطة طريق لتيسير وتبسيط إجراءات إصدار تراخيص للمصانع الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية وكذا تحفيز هذا القطاع على التصدير للأسواق الخارجية وخلال اللقاء استعرض زيدان عددا من الموضوعات الخاصة بجهود توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وكذا خطة التنفيذ المرحلي لمشروع المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية كما استعرض الجهود المبذولة مع عدد من شركات ومصانع الأدوية العالمية من أجل العمل على توطين صناعة عدد من الأدوية أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة لديها اهتمام بالغ بالارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال النهوض بالمنشآت والتجهيزات والكوادر بالقطاع الطبي وذلك إلى جانب مواصلة تنفيذ مبادرة الصحة العامة التي تحظى برعاية المبادرة الرئاسية وتمس الفئات الأولى بالرعاية جاء ذلك خلال متابعة لرئيس مجلس الوزراء لجهود قطاع الصحة في النهوض بالرعاية الصحية وذكر تقرير أعدته وزارة الصحة أنه تم علاج مليوني مواطن على نفقة الدولة خلال العام الماضي وتقديم 1.6 مليون إجراء جراحي ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بالمضي قدما في تنفيذ المشروعات التي تستهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة في مجالي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبارها ركيزة رئيسية في تقدم العديد من القطاعات وضمانة أساسية لمواكبة التطور نحو المستقبل جاء ذلك خلال اللقاء رئيس مجلس الوزراء مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمر طلعت لمتابعة عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة وقد أشار الوزير خلال هذا الاجتماع إلى مكانة مصر الإقليمية في قطاع الشركات الناشئة التكنولوجية لافتا إلى أن شركات الناشئة المصرية في هذا المجال شغلت الترتيب الثالث في عام 2022 من بين بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث حجم الاستثمارات كما جاءت في الترتيب الأول من بين هذه البلدان العام الماضي من حيث عدد الصفقات استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا بشأن الإجراءات الإعلامية المتخذة فيما يخص التمهيد الإعلامي لجهود مصر الدولية من أجل التصدي لظاهرة التغير المناخي لرفع الوعي بقضية التغيرات المناخية والإجراءات التي يتم اتخاذها في زيادة الزخم الإعلامي بالقضية ذاتها وفي هذا الإطار تم إطلاق الحملة الإعلامية الوطنية للتوعية بالتغيرات المناخية ورفع الوعي البيئي محليا تحت شعار رجع الطبيعة لطبيعتها كما استعرض رئيس مجلس الوزراء تقريرا أعدته رئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مورسي بشأن حصاد أنشطة المجلس ومن خلال التقرير أوضحت رئيسة المجلس القومي للمرأة أن إجمالي عدد المستفيدين من أنشطة المجلس خلال العام المنقضي بلغ حوالي 11 مليون و700 ألف مستفيد في إطار دورها الاجتماعي نظمت وزارة الداخلية عددا من ورش العمل للتوعية بمخططات إسقاط الدولة وبحضور ممثلين من مختلف فئات المجتمع استكمالا لسلسلة ورش العمل التدريبية التي تعقدها وزارة الداخلية للتوعية المجتمعية بمخططات إسقاط الدول وكيفية مواجهتها نظم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة عددا من ورش العمل التدريبية في هذا الإطار تحت عنوان مواجهة مخططات إسقاط الدول لطلبة الجامعات وممثلين عن المجالس القومية لحقوق الإنسان والطفولة والأمومة والأشخاص زو الإعاقة وبمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء المتخصصين الباحثين أو اللي حضروا أو اللي بيحضروا هذه الندوة وبينقلوا التجربة أو الثقافة التي تعلموها حول كيفية الحفاظ على الأمن القوم المصري بصورة علمية مفيدة بيقدروا أن هم يوصلوها لزميلهم ولكطاعات الشعب المختلفة اللي إحنا بنتعامل معها الشباب زخيرة المجتمع المصري وسخيرة أي مجتمع فمهم جداً سقل خبراتهم من ناحية ومش فقط توعيتهم يعني توعيتهم لكن أيضاً سقل خبراتهم بخبرات السابقين عليهم أنا أحمي أبنائي وأحمي وطني بأن أنا أفهمهم إيه اللي بيحصل وده دور الفن ودور علماء الاجتماع ودور علماء النفس طول الوقت بنقول أن من المهم للغاية أننا نشتغل على حالة الوعية لأنه هو ده القادر السلاحي الوحيد على القادر على مواجهة أي مخططات أو مؤامرات بيتم حياكتها ضد الدولة حقيقة نشكر هذا الجهد الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية حينما قمنا بالمشاركة في هذه الدورة الدورة الحادية والعشرين في تثقيف طوائف الشعب المختلفة لكي تبرز لهم أمية هذا الوطن مصر أمانة في عناقنا تطرقت ورش العمل إلى موضوعات عدة لتنمية وعي المشاركين فيها بأهمية مواجهة والتصدي لمخططات إسقاط الدول وفي مقدمتها مفهوم حروب الجيل الرابع وآليات هدم الدول من الداخل والشائعات والحروب النفسية واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتزييف الوعي المجتمعي وإثارة الرأي العام ورشة العمل كانت مفيدة جدا بالنسبة لنا كشباب وهي كانت مواضحة مهمة جدا وكانت كثير منها مثلا الإشاعات منها نازل نتعامل معها وحروب الجيل الرابع دورنا أن كل اللي احنا استفدناه في الورشة دي وفي الأكاديمية أن احنا نبثه في الشباب اللي حوالينا كلهم أن احنا نبثه في الأجيال القادمة احنا عندنا في الكلية إن شاء الله هنبدأ أن احنا في الجامعة برضو هنبدأ أن احنا نعمل دورات تدريبية بحيث أن احنا ننقل اللي احنا استفدناه من هنا للطلبة عندنا في الجامعة وبرضو الجامعات التانية وقد أشاد المشاركون بثاراء ورش العمل وموضوعاتها ذات الأبعاد القومية والأمنية والتي تتسم بأهمية كبيرة تسهم في تحصينهم ضد الأفكار الهدامة والتشكيك في الثوابت الوطنية مؤكدين قدرتهم الآن عقب هذه الورش على التفاعل والتصدي لمحاولات التشكيك في الثوابت وتزييف الوعي اتعلمنا فيها حاجات كتير واستفدنا معلومات كمان كتيرة اتضحنا من الجهاز الأمني لمصر واعي وصاحي وموجود ويقدر يحميها التدريب ده بيعلمنا ازاي نحافظ على مصر ونحميها بيعلمنا ازاي الخطط الإرهابية اللي كانت بتحاكى للدولة ازاي ان احنا نتصدى لها بيعينا كتير جدا على حاجات احنا ممكن نكون ما كناش عارفينها وما خدناش بالنا منها بالعكس دون معلومات كتيرة مهمة جدا وموضوعات كانت شيقة ان شاء الله بإذن الله يكون في دورات اكتر اقدر استفيد معلومات اكتر وان شاء الله بإذن الله نقدر نساعد احنا كمدنيين في الاماكن اللي نشغل فيها في الجهاز الهقومي وفي الشارع في المدرسة في البيت نقدر ان احنا نواجه كل المخاططات لتستهدف مصر ورش العمل هذه تأتي ادراكا من وزارة الداخلية لهمية المشاركة في تنمية الوعي المجتمعي للمواطنين بكافة القضايا التي تمس الامن القومي وإحباط مخاططات استهداف مقدرات الاوطان وثوابتها الراسخة على مر العصور والاجيال اشتركوا في القناة الحمد لله على السلام يعني الحمد لله على السلام بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي ارسلت مصر مساعدات طبية عاجلة إلى سوريا وتركيا وذلك لمجابهة آثار الزلزال المدمر وأقلعت خمس طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكمية كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لدعم أبناء شعبي تركيا وسوريا في محنتهم ومساعدتهم في تخفيف آثار الزلزال المدمر الواقع بالدولتين والذي أدى إلى حدوث آثار تدمير كبيرة بالإضافة إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين أقلعت خمس طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى أبناء البلدين لمساعدتهم في تخفيف الآثار الناجمة عن الزلزال المدمر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ماذا يمكنني أن أقوله؟ إنه موقع لتذكره من قبل ترجمة نانسي قنقر دعم الأشقاء وعلى رأسهم جمهورية مصر العربية والأصدقاء الحقيقة نستطيع أن نكون أقوى في معالج تداعيات هذه الحادثة المدمرة والأليمة نأمل دائما أن نكون إلى جانب بعضنا البعض وهذا هو رهاننا وأملنا في المستقبل ويعد الدعم المصري المقدم للجانبين التركي والسوري تأكيدا على أهمية الدعم الإنساني لمجابهة حوادث الظواهر الطبيعية بما يسهم في دعم علاقات الترابط والطأخي بين الشعوب لتجاوز المحل تواصل أجهزة الدولة لمتابعة أوضاع الطلبة المصريين الدارسين في تركيا وذكرت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج أنه سيتم التنصيق مع وزارة التعليم العالي لإعداد قوائم لمتابعة موقف الطلبة في تركيا بتزامن يتم التنصيق مع وزارة الخارجية والسفارة المصرية في أنقرة لمساعدة من فقدوا أوراقهم الثبوتية من الطلاب بجانب عقاد دائم للجنة إدارة الأزمات في وزارة الهجرة واقتراح خطة بديلة لاستكمال الدراسة في مصر لمن تضررت جامعاتهم حال رغبتهم في العودة وكذلك تلبية احتياجات من يواجهون تحديات في الوقت الحالي في مناطق الكارثة أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية عن إجلاء أكثر من 28 ألف شخص من الولايات المتدردة جراء الزلزال وأفادت مصادر رسمية بتسجيل أكثر من 1300 هزة ارتدادية حتى الآن ومع التوالي عمليات الإنقاذ أفادت السلطات التركية بارتفاع عدد قتل الزلزال لأكثر من 16 ألفاً وخمسمائة شخص وإصابة أكثر من 64 ألفاً آخرين ترجمة نانسي قنقر قالت السلطات السورية إن عدد القتل جراء الزلزال سجل أكثر من 3700 قتيلة هذا وقد دخلت أول وقافلة مساعدات إنسانية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة بعد وقوع الزلزال إلى شمالي سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي من جانبي أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطانيو جتيريش أنزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا من أكبر الكوارث الطبيعية في المنطقة مشيراً إلى أن عدد الضحايا يتزايد وبشكل متزايد وأشار الأمين العام إلى أن ألاف المباني في الدولتين انهارت ما تسبب في معاناة عشرة الألاف في ظل ظروف الشتاء القارس وأوضح جتيريش أن القافلة التي دخلت سوريا في وقت سابق من اليوم مؤلفة من ست شاحنات تتضمن الخيام وغيرها من مواد الإغافة منوهاً إلى أن العمل جاري لاستكشاف جميع السبل الممكنة لإيصال المساعدات لكل المناطق المتضررة وطالب جتيريش بفتح نقاط حدودية إضافية في سوريا لإدخال المساعدات للمنكبين أكد وزير الخارجية سامح شكري على تطلع الاستمرار العمل على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين مصر وتونس فضلاً عن التنصيق والتشاور حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وخلال اتصال هاتفي بين شكري ونظير تونسي نبيل عمار قدم شكري التهنئة له على توليه مهام منصبه متمنياً له كامل التوفيق والنجاح في مهامه معرباً عن تطلعه إلى لقاء شقيقه وزير خارجية تونس في أقرب فرصة ممكنة وخلال التتصال أعاد شكري التأكيد على كامل دعم مصر لاستقرار وأمن ورخاء تونس الشقيقة تلقى سامح شكري وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية سربيا حيث ناقش الوزيران عدداً من ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين سبل دفعهما قدماً والتأكيد على أهمية استمرار البناء على زيارة رئيس الجمهورية إلى سربيا العام الماضي مع الإشادة بتطوير العلاقات الاقتصادية كما ناقش الوزيران التعاون القائم بين البلدين في المحافل والمنظمات الدولية سبل تعزيز الدعم المتبادل فيما بينهما في القضايا ذات الاهتمام المشترك وأضف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأنه تم الاتفاق في نهاية الاتصال على مواصلة واتيرة التنصيق والزيارات المتبادلة خلال المرحلة القادمة التقى وزير الخارجية روسي سيرجيلا فروف خلال زيارته إلى العاصمة السودانية الخرطوم برئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائب رئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي محمد حمدان دقلو لبحث عدد من القضايا المحادثات بين الجانبين تركزت على سبل تعزيز العلاقات السودانية الروسية ولسيما التعاون مجالات البنية التحتية بالإضافة إلى علاقة الخرطوم بدول الجوار كاتشاد وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى أخبار السادسة ما زالت متواصلة مع حضرتكم من على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها زلناسكي يطالب أوروبا بمزيد من الدعم العسكري والمجلس الأوروبي يعتبر الأسبوع القادمة حاسمة في مصاري العمليات وجه الرئيس الأوكراني فلودمير زلناسكي الشكر للاتحاد الأوروبي ومواطنيه على المساعدة التي تلقاها أو تلقتها أوكرانيا للدفاع عن نفسها في مواجهة العمليات العسكرية الروسية قبل حضور قمة لزعام التكتل لطلب المزيد من الأسلحة وقال زلناسكي أمام البرلمان الأوروبية أن قوات بلاده والتي تقاتل الجيش الروسي تدافع عن أوروبا ودعا إلى مزيد من الدعم العسكري الأوروبي لبلاده فيما قال الاتحاد الأوروبي أنه سيرسل المزيد من الأسلحة لكيف في هذا ويزور زلناسكي بروكسل في إطار جولة قادته إلى عواصم أوروبية يسعى من خلالها إلى دفع القادة الأوروبيين إلى تزويد بلاده بطائرات وأسلحة بعيدة المدى لتعزيز دفاعات أوكرانيا ضد روسيا حذر رئيس المجلس الأوروبي شارلي ميشيل في إعقاب لقاء القادة الأوروبيين بالرئيس الأوكراني بلودمير زلناسكي بأن الأسابيع القادمة يمكن أن تحسن مصار الغزو الروسي وأضف ميشيل أن الأسابيع والأشهر القادمة ستكون على الأرجح حاسمة وحن الوقت لتقديم الدعم الكامل لأوكرانيا حذر رئيس الوزراء البولندي من أن الحرب الروسية على أوكرانيا تمثل تهديداً وجودياً لبلاده وللقارة بأكملها مؤكداً أن هزيمة الكريملين تصب في مصلحة بولندا القومية وأيضاً أوروبا حسب قوله وقال أموروسكي أن بلاده لم تقم باختيار موقع على الخريطة إلا أنها تدرك مسؤولية هذا الموقع أضف أن بولندا سلمت بالفعل كمية هائلة من المعدات العسكرية إلى كيف أما بالنسبة للطائرات المقاتلة فإن هذا الأمر يبقى مع حلف الناتو موضحاً أنه لا يوجد أي اتفاقات بهذا الشأ في الوقت الراهن أكد رئيس الفرنسي إمينويل ماكرو أن الاتحاد الأوروبي يقف بجانب أوكرانيا وعلى استعداد كامل لمساعدتها في مقاومة العمليات العسكرية الروسية وقال ماكرو في تصريح صحفي لدى وصوله لمجلس الأوروبي في بروكسل لحضور قمة الاتحاد الأوروبي أن بلاده لن على استعداد منذ البداية للمساعدة والمقاومة وتحقيق النجاح حتى يمكن إجراء المفاوضات في إطار أكثر فاعلية وإيجابية لأوكرانيا مؤكداً أن هناك حاجة لتعزيز القدرات على المدى القصير ناقش وزير الدفاع الأمريكي لود أوستن مع الأمين العام لحلف النيتو يانس ستولتنبرغ المساعدات المقدمة لأوكرانيا للدفاع عن نفسها في الحرب الجارية وتوسيع حلف النيتو وخلال اجتماع مع يانس بمقر وزارة الدفاع الأمريكية قدم أصلاً الشكر الأمين العام لنيتو على جهود لتشجيع وحدة الحلف في مواجهة التحدي من روسيا من جانبي تقدم ستولتنبرغ بالشكر لوزير الدفاع الأمريكي على قيادته لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية والتي تنصق وتحشد الدعم للشعب الأوكراني قال حاكم مقاطعة بريانسك الروسية والمحاذية لحدود أوكرانيا إليكزاندر بوغوماز إن الدفاعات القوية الروسية أسقطت تسع طائرات مسيرة أوكرانية هجمت المنطقة في المقاطعة وأوضح بوغوماز أن هجوم الجيش الأوكراني تم بمسيرات دون وقوع إصابات قال نائب وزير الخارجي الروسي سيرجي ريباكوف إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافيال جروسي سيقوم بزيارة رسمية لموسكو غدا الجمعة أضف ريباكوف أن موسكو تخطط لإجراء مناقشة مفصلة مع جروسي حول إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابروجيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا إلى جانب التطرق لجوانب أخرى من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا للتقرير موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تقريراً لمدون صحفي أمريكي سيمور هيرش الذي يتهم فيه الولايات المتحدة بتنفيذ تفجيرات في خطي الأنابيب نوردستريم واحد واثنين يؤكد الحاجة إلى تحقيق دولي في الأمر شدد بيسكوف على أن التحقيق يحتاج إلى اهتمام دولي معرباً عن استغرابه من أن التقرير لم يلقى تغطية واسعة في الإعلام الغربي مشيراً إلى أن العالم يجب أن يعرف الحقيقة بشأن من يقف وراء هذا الفعل التخريبي واصفاً الأمر بأنه سابق خطير جداً وأضافاً أن التقرير يجب أن يخضع للتحليل ولكنه اعتبر أنه من الخطأ اعتبر التقرير المصدر الرئيسي للمعلومات أكرت المفاوضية الأوروبية تقييم أولياً إيجابياً لطلب سلوفاكيا بصرف 709 ملايين يورو في شكل منح في إطار مرفق التعافي والقدرة على الصمود والتابع لها وأشارت المفاوضية الأوروبية إلى أن خطة التعافي والقدرة على الصمود لسلوفاكيا تغطي مجموعة واسعة من تدابير الاستثمار والإصلاح المنظمة وسيتم دعم الخطة بمبلغ 6 مليارات يورو في شكل منح وقد تم دفع 823 مليون يورو منها إلى سلوفاكيا كتمويل مسبق في 13 أكتوبر من عام 2021 وقد تم صرف 399 مليون يورو أخرى لسلوفاكيا في 29 يوريو الماضي بعد التقييم الإيجابي الأول طلب الدفع أعلنت الصين أن الاتهمة الأمريكية بشأن منطاض صيني حلق فوق الولايات المتحدة ترقى إلى حد حرب معلومات ضد الصين وأكد المتحدثة باسم الخارجية الصينية أن المنطاض الكبير غير المأهول هو منطاض مدني للأرصاد الجوية وقد خرج عن مساره بطريق الخطأ وأن واشنطن بالغت في رد فعلها بإسقاطه هذا وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية بانتاجون أن المنطاض الصيني الذي جرى إسقاطه قبالة ساحل كارولينا الجنوبية يوم السبت الماضي كان جزءا من برنامج يشمل عددا من هذه المناطيد لتشغيلها في الصين منذ سنوهات قال البنتاجون أن البالون الصيني والذي أسقط قبالة ساحل كارولينا الجنوبية كان جزءا من برنامج مراقبة كبير تقوم به الصين منذ عدة سنوات وقال مسؤول الإعلام في البنتاجون قال أنه عندما مرت بالونات مماثلة فوق الأراضي الأمريكية في أربع مناسبات خلال إدارتي ترامب وبايدن لم تحدد الولايات المتحدة على الفور أنها بالونات مراقبة صينية لكنه أضاف أن التحليل الاستخباراتي اللاحق سمح للولايات المتحدة الأمريكية بتأكيد أنها جزء من جهود التجسس الصينية ورفض تقديم أي تفاصيل جديدة عن تلك البالونات السابقة لكنه أشار إلى أن البالونات حلقت فوق المواقع والتي قد تهم الصينيين أفادت وسائل إعلام رسمية بأن كوريا الشمالية تستعرض قدراتها على إنتاج الصواريخ خلال عرض ليلي وكشفت عن عدد أكبر من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات بالمقارنة مع أي وقت مضى وألمحت إلى سلاح جديد يعمل بالوقود الصلب وأكدت وسائل إعلام رسمية أن كوريا الشمالية تنضي قدماً في برنامجها للصواريخ الباليستية وأنها اختبرت إطلاق العشرات من الصواريخ المتطورة العام الماضي على الرغم من قرارات مجلس الأمن الدولي والعقوبات ذات الصلاة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلقت هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض صحة إفريقيا بوابتك نحو الابتكار والتجارة وتأتي أهمية المؤتمر في إطار تعميق الرؤية الموحدة على مستوى القطاع الطبي والصحي الخاص بالقارة الإفريقية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلنت هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي عن اطلاق النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض صحة إفريقيا 2023 بعنوان بوابتك نحو الابتكار والتجارة خلال الفترة من السابع إلى العاشر من يونيو المقبل بالقاهرة مشاركة وشراكة من خلال مصر كدولة إفريقية تمتلك الكثير من الخبرات والكثير من القدرات بنقول للعالم أننا عندنا مؤتمر يستحق أن يكون على مستوى المؤتمرات العالمية وأن يذكر في أجندة المؤتمرات العالمية بنقول لإخوانا وأشقائنا في أفريقيا أنتم مش محتاجين تسافروا إلى أوروبا للوصول أو إلى أمريكا أو إلى غيرها من الدول للوصول إلى المعارفة بما يتعلق بأحدث التكنولوجيات والتسهيلات في مجالات الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة الطبية قطاع الدواء والتكنولوجيا الطبية هو أحد القطاعات الهامة جدا جدا للدولة المصرية والدولة المصرية حاليا بتسعى إلى توطين العديد والعديد من التكنولوجيا والأدوية في جمهورية مصر العربية وبتسعى أيضا لاستقطاب كافة المستثمرين في هذا المجال من كافة الدول أعتقد أن هذا المؤتمر بيستعيد بشكل كبير جدا الرياضة المصرية في قطاع الدواء والتكنولوجيا الطبية طبعا السنة اللي فاتت كان قرابة الخمسين ألف مشارك ووفود كانت موجودة من مختلف الدول الأفريقية وأيضا وفود كانت موجودة من عدد من المنظمات الصحية الدولية تأتي أهمية المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي في إطار تعمق الرؤية الموحدة على مستوى القطاع الطبي والصحي الخاص بالكارة الأفريقية المؤتمر ده مهم جدا لأنه إحنا هدفنا كله الأساسي هو التكامل مع الدول الأفريقية في سات الرئيس ووضع هدف وطارجت إن إحنا نصل بتصادراتنا إلى 100 مليار دولار القطاع الدوائي بيمثل جزء مهم فيها والمستلزمات فبالتالي إحنا محتاجين إن إحنا نسعى إلى دعم هذا الاتجاه وإن نحققه خلصنا صنعت دواء وعادة والحمد لله إحنا عندنا مصانع شامخة بتغطي ما يزيد عن 5% من الإنتاج المحلي وتمتع بجودة عالية جدا جدا قصنا طبعا إن إحنا نفتح مجالات تسوقية وهذا المعرض بيتاح لنا فرصة إن التعارف على الدول وزيارات الدول من جهات رسمية وحكومية لهذا المعرض ينتج عنه تقارب ما بين إحتياجات هذه الدول إحنا من الأول نسخة للمعرض الحقيقة كان ليه فيدباك إيجابي علينا كلنا لأنه بنتواجد فيه وبنقابل الوكلابتونا وكمان اكتسبنا بعض العملة الجداد وبتدينا نوقع بعض الاتفاقيات التوريد والحاجات دي كلها فكان فرصة لنا إن إحنا نزود النشاط ونزود العملة وكمان الدنيا كلها تعرف الدقيقة دول مصري بالجودة والكفاءة اللي تساعد إلى جانب طبعا السعر المناسب يمثل المؤتمر والمعرض فرصة كبيرة لتبادل الخبرات والمعرفة في مجال الرعاية الصحية مع حرس كبرى الشركات العالمية على المشاركة به لاستكشاف الفرص المتاحة للاستثمار والتجارة بالقطاع الصحي في إفرقيا والآن جولة اقتصادية جديدة من نشرة السادسة أخبار الملئة أعمال في نشرة السادسة تستعرضها لنا ليلة عمر شكرا مصطفى ميزار وأمير العقدة ونتحول لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر جاءت في المرتبة الثانية على مستوى القرارة الإفريقية خلال عام 2022 في حجم صفقات الشركات الناشئة وذلك بنحو 144 صفقة مسجلة بذلك حجم زيادة وصلت إلى 3% مقارنة بمستويات عام 2021 ومستحوذة بذلك على 21% من إجمالية حجم الصفقات في القرارة خلال عام 2022 وأشار مركز المعلومات إلى أن الشركات الناشئة المصرية تمكنت من جمع 787 مليون دولار خلال عام 2022 بحجم ارتفاع يصل إلى 21% مقارنة بمستويات عام 2021 نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء جلسة نقاشية حول تحديات تحقيق أمن الطاقة في مصر وذلك في إطار تكليفات رئيس مجلس الوزراء بأهمية الإعداد لمشروع بحثي متكامل لسياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي بمشاركة 20 خبيرة من الجهات المعنية وعدد من الشركات الممثلة للقطاع الخاص وأشار رئيس مركز المعلومات إلى أن العالم يشهد أزمة أمن طاقة حقيقية تتخطى أزمة الغاز الطبيعي في أوروبا مع وجود أثار من المتوقع أن تمتد لسنوات قادمة وتوقع رئيس مركز المعلومات أن تبلغ الاستثمارات الخضراء لأول مرة نحن 1.3 تريليون دولار بما يقارب الاستثمارات في إنتاج الوقود الأحفورية عقدت أعمال الدورة الحادية عشرة بعد المئة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزري برأسة وزير المالية الموريتاني إسلام المحمد مبادي وتعقد هذه الدورة بمشاركة رؤساء وأعضاء الوفود العربية والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة ومديري وممثلي منظمات العمل العربي المشترك ويناقش المجلس البنود المدرجة على جدول الأعمال الذي أعده كبار المسؤولين والنظر في مشروعات القرارات بشأنها وإقرارها والبت في البنود المرفوعة من كبار المسؤولين ويتضمن جدول الأعمال 21 بندا تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية اليوم حصلنا على قرار بالإجماع بالجامعة العربية من الإخوة الوزراء للطلب من شركاتهم الخاصة والقطاع الخاص العربي بالإضافة إلى السناديق العربية الداعمة والحكومات لدعم هذا المؤتمر للاستثمار في القدس وإيجاد فرص عمل وعمل شركات مشتركة فلسطينية عربية لدعم القدس والحفاظ على عروبة القدس ومنع تهويد القدس اليوم كان لي الشرف أن سلمت الرئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى الشقيقة الجمهورية الإسلامية الموريطانية هي كانت مناسبة حقيقة استعرضنا فيها ما أنجزناه خلال الفترة الماضية وخاصة بعض الاتفاقيات التي تمت إجازتها من طرف المجلس والمتعلقة بالأمن الغدائي وبالضمان الاجتماعي وبمصار الاتحاد الجمركي العربي وبما صار كذلك منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى أنهت البرصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات المستثمرين العرب والمصريين وسط تدولة مرتفعة وربح رأس المال السقي للبرصة نحو 28 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.98 من الألف تريليون جنيه وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 3.93 من المئة في المئة ليغلق عند مستوى 17.613 نقطة كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 1.71 من المئة في المئة ليغلق عند مستوى 2879 نقطة وصاعد مؤشر EGX 100 بنسبة 2.4 من المئة في المئة ليغلق عند مستوى 4.365 نقطة قال وزير النفط الهندية هاردي بسينج بوري إن الهند ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم نوعت مصادر وردات الطاقة لكنها ستواصل شراء معظم احتياجتها من النفط من الشرق الأوسط لفترة طويلة وأضاف بوري خلال أسبوع الطاقة في الهند أن دول الخليج ستظل موردا رئيسيا لفترة طويلة قادمة مشيرا إلى أن بلاده ستواصل شراء من روسيا إذا بقيت الأسعار مناسبة ختم جولتنا الاقتصادية عودة مرة أخرى لمصطفى ميزار وأمير العقدة إليكم من جديد شكرا لك وبهذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا مع حضراتكم إلى نهاية نشرة السادسة ولم يتبقى سوى التذكير بأهم العنوين خلال افتتاحه المرحلة الثانية من مدينة سايلو فودز الغذائية رئيس سيسي يؤكد العمل على تشجيع المستثمرين لإقامة مناطق لجستية تخدم المنطقة مدبولي ورئيس مجلس النواب الأردني شددان على ضرورة ترجمة مشروعات آلية التعاون الثلاثي مع العراق عمليا على أرض الواقع مع دخول أول القوافل الغذية لسوريا عدد ضحايا الزلزال يتخطى 20 ألف قتيلا وقرابة 70 ألف مصاب انتهت نشرة السادسة من تلفزيون مصري شكرا لطيب المتابعة ودمتم في أمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة